اشتركوا في القناة والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بحمد الله دون وقوع إصابات مؤكدا سموه حفظه الله أن هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتصادم مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية دعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة شعبها الأبي من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين